كليتوا بعضاكم بعدما كليتوا البلاد يا سراقين كليتوا البلاد وكليتوا بعضاكم وجعلتونا مهزلة أمام العالم ما فيا عسكرية ولا لا جيش ولا ما فيا عسكرية ما فيا عسكرية بالأدلة أكثرية التي تحاسبونهم اليوم على واش تجسس مع الخارج هذه التهمة التي ستوضع لقايد نهب الأموال تعشواقي مثلا التجسس على الداخل لاشخام بوعز واسيني تشكيل ذباب إلكتروني بوعز واسيني لاشخام أموال وسرقة أموال تبوديلات وغيره أكثر من 34 جنرال من أكبر الجنرالات من أقواهم في السجون ومئات العقداء والرواد والألوي للعمداء آخرين في السجون ما فيا عسكرية أنتم ما فيا هما ما فيا ما فيا دخلت ما فيا الحبس وما فيا قتلت بعضهم وسجناه وخلاتوا على أساس يظهر أنه موت عادي أو كورونا أو غيره كم من جنرال قلتونا مات بالكورونا لحد الآن عدينا أكثر من 12 هذا لي ذكرت أسمائهم صدمة قلبية أو كورونا أو أين يوجد عد الحميد غريس الأمين العام لوزارة الدفاع حتى قبل أشهر في السجن بماذا متهم ما فيا عسكرية الفساد العارم وعلاقات مع دول ومع الإمارات ومنش عارف اللي يرفع الشعار أنا على حق أم على كذب مخابرات إرهابية ما فيا عسكرية نعم ثم يشيرون على أن رشاد هي اللي خرجوا قال لك هذا وجمعت الدولة المدنية أعطيناهم طريحة في التسعينات معنى الشعب أعطينا طريحة في التسعينات لأن شعار الدولة المدنية هو رفع كل شعب والآن يشيرون آه هذا مخابرة إرهابية جامل عند رشاد رشاد تعتز بذلك لكن هو جامل عند شعب رشاد تعتز بما يرفعه الشعب من شعارات وتلتزم بما يرفعه الشعب من شعارات هو جامل عند شعب لكن غضبكم ومحاولة شيطنة رشاد واعتقال الآن لكن تعتقلوا سواء اللي انضم الرشاد ولا اللي ما انضمش تعتقدون بالجملة الآن بالجملة الرعب تملككم جمتم جبار مهنة وعطيتوله إدارة داخل ديراس على أساسي فكك رشاد كما تسموها الإرهابية طبعا الماك زايدين ولكن الماك جايبينه غير بشتمروا القضية برك في الداخل لأنا عارفين من اللي ما تمشي لكمش في الداخل اللي كانت تخذي نكلمه على رشاد فقط جبار مهنة أشرف على بعض الحرائق في منطقة القبائل وحوسين بولحيا وهو ابن مدينة لربعنا ثراث وذلك نعطيكم اسمه الكامل أشرف على حرائق في منطقة القبائل وأشرف على مقتل بن سماعين اللي كنت تريدون أن تجعلوها فتنة ما بين العرب والقبائل فإذا بها انكشفت وبانت تنقيمون من رشاد لأن رشاد تدعو إلى دولة مدنية وهي في ذلك مثلها مثل الملايين من الجزائريين لكنكم تنقيمون من رشاد واخرج حتى أحد ضباطكم الكبار قبل أيام يقول لوحد الجريدة تعالى المخابرات تسمى الجون انديبوندون دارينهم تسعينات أنا عارف للشعب ما يسمعش بها لكن يمروا فيها حاجاتهم يسمى دريس هذا عقيد في سابق المخابرات يقول وضعنا رشاد على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 2012 على المستوى الإفريقي ولعل المساعد يسمعني يحط هذه الشهادة هذا العقيد على مخابرات يرأس مركز مخابرات زعم إفريقي في الجزائر إذا من 2012 تعرفون لماذا تنقيمون منها بالرغم من أن دعوس الدولة المدنية هي كل جزائريين لأن وهذا جزء فقط وليس نطور على الناس لأن رشاد على سبيل المثال ومؤسسيها وأعضاء بعض أعضاءها لتحقوا بعد التأسيس أنشأوا هذا الكتاب أخرجوا هذا الكتاب كتبوا هذا الكتاب موسوعة نطور على الألجيري المساكر تحقيق في المجازر التي حدثت في الجزائر بالدليل في أكثر من 1460 صفح حوالي 1500 صفح بالأدلة جزء كبير منها هو أدلة على ما قمتم به من جرائم ومجازر ومخابرات إرهابية هذا الكتاب يحتوي جزء هائل ولذلك تنقمون منا ولكن سبتوا تتحنونا تتحنونا ولكن سبتوا تقتلوننا تقتلوننا وتسجنونا تسجنونا ولكننا والله لن نتراجع إلى آخر نفس هذا واحد فقط كتاب آخر هاش واش نش اترشا تحقيق على التعذيف في الجزائر مع هدهوغار بالمناسبة كلهم كانوا تحت في معهد هدهوغار اللي يديروا أخونا البروفيسور عباس عروة ونتمنى على المساعدة أن يضع الرابط وهناك الحقيقة عشرات المقالات والكتب لتخليكم تهبلوا من رشاد لأن رشاد أخرجت هذا الكتاب أيضا كتاب موسوعي فيه أكثر من 1100 أو ما يقارب 1100 صفحة بالضبط 1074 صفحة يكشف جرائكم البشعة تعذيبكم الرهيب قتلكم اختصابكم خطفكم مجازركم نهبكم نهب المال اختصاب بنات الرجال خطف النساء قتل الأرض الرذع واختراق المجموعات المسلحة بعضها متنطع وبعضها متشدد وبعضها صنعتوه ها 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 عنش تنقيمون من رشاد ها ولماذا تنقيمون منا وكون سبت وتتحنون ماذا ايضا ها لليفر بلون قبل هذا في ال94 هذا توم ا وكان توم دو وكان توم تروى ها وهذا الكتب كلها رام موجودة على منقع حقار هذا توم ا ها وطوم دو توم تروى للأسف في غابة الكتب ما طلعتوش لكن رام موجودين زيد ها كتاب آخر لالجيري عمير مير الجزائر التي تهمس الجزائر المرعوبة التي كانت في الهمس وهنا يتحدث الكاتب أخونا موسى عيد مبارك ويشرح نفسية الرعب ونفسية الجزار ونفسية الجلاد ونفسية الضحية ونفسية ويشرح في عمل من أروع ما قرأت شخصيا في نفسية ما حدث للضحايا وللجلادين ها ولماذا تنقمون منه هذا أيضا كتبه من أسسوا أو من انضموا لحركة رشاد وكتب أخرى كثيرة كتب أخرى كثيرة قد يأتي الوقت نجيبها لكم وربما تشوفوها وتلقاهه في موقع هقا ها هو آخر ما كتبت رشاد أون ديفونس لحراك آخر أو ما قبل الأخير في الدفاع على الحراك وفيه فضحت علاقات من يدافعون عنكم وتدفعون لهم أموال الشعب الجزائري وارتباطهم بالمخابرات الخارجية لعدد من الدول يشتغلون مع مخابرات لعدد من الدول ويدافعون عنكم وأنتم تتهمون الأحرار وتتهمون الرجال والنساء الذين يقاومونكم من أجل قيام دولة مدنية بأنهم عملاء هذا كشف وأشياء أخرى ما زالت ها هو علاش تنقيمون من حراك من رشاد ها هو لماذا تنقيمون ها هو لماذا وصلتم أن أقنعتم بعض الناس اللي بالكثير منهم عن طريق سذاجة أو عن طريق حسابات أو حلوا رشاد رشاد ترعبكم لكن رشاد قطرة في بحر الشعب رشاد لن تنافس أحدا على الحكم رشاد ستحل نفسها بمجرد قيام حكومة منتخبة حقا وصدقا وفعلا من طرف الشعب الجزائري وأنا شخصيا وأخي مراد هنا وأخي عباس عروى ومن لا تعرفون قالوا نحن لن ننافسكم على السلطة لن ننافس أحد لن يرم في السلطة اليوم ولن يرم يطمع أن يكونوا غدا نحن من أجل مبادئ ضحينا من أجلها وذهب شبابنا والحمد لله أن شبابنا ذهب في مقاومة العصابات عندما تنظر إلى عباس عروى وهو في سانتيجيديو في 1994 ترى شاب جاي للدنيا كان عمره يومها 32 سنة الآن دخل على الستين عندما تنظر إلى مراد خريج الامايتي مراد هنا وهو الذي كان في أكبر مركز للدراسات النووية في أوروبا عندما انضم لهذه المعركة كان عمره 32 سنة في 93 أو في 92 كان عمره 30 سنة ذهب الشباب وامتلأت اللحاء شيباً عندما تنظر لي واخرين كثيراً ربما نذكرهمش لأنهم ما قالوا ليش باش تذكر أسمائهم أو ربما لا يريدون أن تذكر أسمائهم عندما تنظر لي رشيد مسلي 30 سنة في المعركة محامي دولي أرعب العصابات رفع أكبر عدد من القضايا التي رفعت دفاعاً عن المظلومين في كل منطقة العربية بما فيهم اليهود في اليمن كل مظلوم في المنطقة العربية رفعت عنه ودافعنا عنه وكان يقود هذا أخونا رشيد مسلي فراه أنه بدأ المعركة وهو عمره في منتصف الثلاثينات الآن رهي قارب السبعينات وعندما بدأت جئت كديبلوماسي وأنا مؤهل إلى أعلى المناصب عمري 32 سنة بشعري بلحيتي السوداء هاو كل شي بياض وأنا سعيد بذلك واشتغلت خباز وأنا سعيد بذلك قضينا عمارنا كلها من أجل مبادئ ومواقف وقيم من أجل حقوق الإنسان من أجل نهضة الجزائر من أجل ازدهار البلاد من أجل قوة الشعب من أجل اللي يجوع اللي لا يعطش اللي لا يغرق اللي لا يهرب من أجل اللي لا نكون في 2021 والناس ما عندهش الماء حتى في العاصمة وسنظل لآخر نفس ولن نزاحم أحدا صادقا أو كاذبا على سلطة قلناها وعلناها إنما سنستمر في الدفاع عن الحق وعن شعبنا وعن وطننا وعن بلدنا وعن دولتنا وسنخلصها مع كل حرى البلاد سنخلصها لتبنى الدولة المدنية وتقوم الدولة المدنية وروسكم في اللرض ورقابكم ربما تحت أقدام الرجال والنساء ستقوم بإذن الله طال حالة وقصر بنا أو بغيرنا بنا أو بدوننا بنا أو ضدنا إذا لازم الأمر ستقوم الدولة المدنية وسيتحرر الشعب وستقوم المنطقة المغاربية لأنه لا مستقبل لنا في هذا العالم الذي يزداد توحش إلا بالتوحد بقيام منطقة مغاربية حقا نحن شعب واحد تفرقنا الحدود والسدود والسفهاء سننتصر بإذن الله وأقول لبعض إخواني الذين قد يشعرون بالخوف أو بالانزعاج أو بأن الحراك ربما تأخر أو فشل كذلك أنا أظن بعض الناس في الأربعينات جاءت الخمسينات وغيرت كل شيء وانتسر الثورة الجزائرية سينتصر الشعب وكل شيء يبقى مسجل في الدنيا وفي الآخرة سينتصر الشعب بإذن الله قضية فقط هل سيكون هناك من العقلاء والحكماء والقادرين على إدارة البلاد وإخراجها من المرحلة المؤقتة لأن قوى الثورة الداخلية والإقليمية والدولية لن تسمح بجزائر قوية خاصة وهي تعلم أن قيام جزائر قوية يعني قيام اتحاد مغارب قوي وهو سيقوم بإذن الله اشتركوا في القناة